كابتل محمد الشناوي حلس المرمى أبو جبل محمد صبحي في خلاف على حد من الثلاثة دول في خلاف مفيش خلاف في عندك أحسن من الثلاثة دول في مصر قل لي لو عندك أحسن ثلاث حراس موجودين في مصر الدفاع عمر كمال عمر جابر ياسر إبراهيم محمد عبد المنعم الوينش محمود علاء أيمن أشرف أحمد فتوة قل لي في واحد من دول اللي قدامك التمانية اللي قدامك دول في الدفاع مين أحسن منهم في مصر لو أنت عايز بقى تعمل نفسك خبير أنت خبير أحسن من كيروش ومن وقع الجمعة ومن الحضري ومن شوقي ومن ضياء السيد أنت أفضل من كل دول قل لي بقى مين غير التمانية دول في مصر دول أفضل الموجودين من أول عمر كمال لحد أحمد فتوح شوفوا مطشتهم الوسط يحتاجوا كان قبل كده كذا رجع يبقى هنا مفيش مجامل لأنه هيجامل على حساب مين اسم مصر كبير قوي وهو عارف الحكاية دي وهو عارف عنده تحدي كبير جدا بيختار أفضل لعيبة يصعدوا بنا إلى قطر بإذن الله تعالى في نوفمبر قادم بإذن الله تعالى طيب تعالى لهجوم حضرتك النجم العالمي محمد صلاح زيزو ما شاء الله عليه زيزو ما شاء الله مصطفى محمد كان بيلعب أول إمبارع قدام برشلونة مروان حمدي مرموش تريس جيه قل له واحد اللي قدامك دول في بدايا لهم جايز الناس بتتكلم على شريف وغير طيب ممكن تتكلم على محمد شريف ممكن بس ثانية يا جماعة سيبوا وأحمد عبدالقادر أحمد عبدالقادر لعيب ما بولكش دعم الجن مبارع حط جن مبارع ولا أجمل جن من أحلى الأجوان اللي أنا شفتها السنادي أو الناس كلها كمان هدف بلعوب خد الكرة وقطع الكرة ورقص واحد وعلى الأرض والجن على الأرض ورقص وحط كرة يعني لو لعب غير أحمد عبدالقادر ميجيبهاش جابها أحمد عبدالقادر مبارع لعب جميل متميز جدا بصراحة جدا لكن وجهة نظر واحنا خلي بالك احنا هنا لحد يقول لي أهل ولا زمالك ولا اسماعيل ولا محلة ولا بيرامز ولا اسموحة ولا سيراميكا كله ولا تقول لي أي حد قول مصر اختار خلاص فاختار ندعمه بل اختارهم انها عزين الرجالة دي نازلة تاكل النجيلة استاد القاهرة اللي كان فيه من شوية دكتور أشرف صبحي وزير الشباب الرياضة بتفقد الاستاد استاد ستين ألف والمرحلة الأولى من التذاكر خلصت وان شاء الله بإذن الله جمعة اللي جاية من استاد القاهرة استاد الرعب ان شاء الله ونحقق هذا الانتصار الكبير قادي السيد وزير الشباب الرياضة دكتور أشرف صبحي بيشوف المدرجات الملعب الأرضية خلاص ما فيش مطشات استاد مغلق تماما حتى المباراة يستقبل نستقبل السنغال والسنغال ان شاء الله نسجل فيها بدل الهدف اتنين وربنا ويزيد وكل منزيد أحسن وكابتن حسن مصطفى كمان رئيس الاتحاد دولي كرة القدم وعدد من الاتحاد الافريقي موجودين الاتحاد الدولي موجودين أيضا بيتفقدوا قادي الصالة المقصورة الضياف يعني كل بيشوف عشان في الآخر أبهى صورة يكون استاد القاهرة عايزين نقدم أبهى صورة للعالم وان شاء الله يكون من هنا بإذن الله تعالى نحقق الانتصار وتكون الانتصار إلى الدوحة بإذن الله تعالى ان شاء الله يوم الجمعة الجاية بإذن الله تعالى يا جماعة ادعموا بلدكو يونادي مصر انسوا 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 الاندية انسى اللاعف فلان وعلان كلم على مصر بس فيش حد قبل مصر انسى الاندية انسى بلدك اختار خلاص صلاة ما اختار نقطة نقف ندعم إنما كل واحد قاعد يطلع أصب انت مالك بفلان انت تعرف أحسن مدرب ما ده اللي وده ايران مرتين وده كولومبيا مدرب عالمي ما ندينه الدفعة قوية ونقف وراها وندعمه ونقف ورا الجهاز كله وورا كل اللاعيبة 23 راجل دول نقف وراهم بدل ما انت عمال تكتب على فلان وعلان ما تكتب على اللاعيبة وتدعم اللاعيبة اللي بيبسلونا فيش فايدة في ناس ما فيش فايدة فيهم مصر أولا 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 بلا أنديا بلا فلان بلا علان في مصر ترجمة نانسي قنقر